عكس فل انت فيها يا حازم حازم هبتي في اي حازم؟ معلش يا أبي أصلا أنا سمعت باسيونو بيزع فقلت يمكن بزع لحضرتك فاندفعت يعني لا أبراً إحنا كلنا بنيشغل أنا وباسيوني خلي باسيوني الحرز ده رجعوا المكتب عشان نبقى نعدمه عشان نعدمه بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده لي مش فاهمك؟ علشان حقنوه قبل ما اعدمه عشان مش عاوز يفهم الحرز أيوة علشان حداعدي أبا أيوة لفتلك من مصطباحة أيوة أبو كارتونة أه كده حضربه بالنار قبل ما اعدمه تعالوا ورايا الحرز أيوة تعالوا ورايا حاضر ما تشنقوه أحسن يا باشا أنا مش حاسم لنتيكس التحقيق أنا حضربك بالنار يا فندم يا فندم افهمني ما قداميش حل تاني لازم اعمل حفلة عند ساعاتك هنا في البيت ده أنا لو مراتي عرفت حتي اتبحني يا فندم عشان المهمة دي تنجح أنا عايز قلبك يبقى قلب أسد ما خاربش تفوت في الحديد مش ده كلام ساعاتك اللي قلتهولي وأنا لا يمكن اسمع لك إنك تحول البيت الجرسونيرا البيت ده اللي عمره ما دخلي فيه على ست غرميراتي والشغالة وأحيانا حمادي ده لو اعتبرت إن دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت؟ خلاصة فاندي مفيش مشكلة أنا هطلع السيد مساعد الوزير أحطه في الصورة وأفهمه إن المهمة بتبوز عشان ساعاتك مش متعاون معي أعلم في خيلك ارتبه هيه يا حزوما يا عيدي يا لالالي يا لالا هوي يا حزوما ده حازم أما لها يكون عمر ليه؟ عمر شنب الصباح تك جركة بوكرتونا يا فندي من الصباح اللي عملها لك بتاعت العريق دي يعني كان زماني أنا مطرحو فانديم النبي يا فانديم اعمل معروف بقى خلينا جيب الولاد هنا ونعمل لحفرة حتفضع انت بتقوله ده لا يمكن يحصل إلا على جسد ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسن في بيتي انت مجنون يا فانديم معلشت عشان انت نسيت يحناك مهمة يا باشا بقى العوني ابو دي مهمة تفضع بقولي كيا جرع انت بسيوني ولا زفت بفكارك قبل الساعة 12 تكون مسرّة بالكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا 12 ما انلحقش اللي بقى لسه فكرة الساحر ساحر ايوة لو انت حاجب لي ساحر كمان ساحر هنا في بيتي فانديم دو عيال السفلة جايين بتبتغبزن زي يوم الحرز جايين اه اه وازاك ابو العزايم واذا الامثان دي المسخرة مية وبحر يا رجل دة احنا بريتنا يا رجل ايوة بسيوني سايبنة واقفين هنا ليه بقى سايبنكم معقولة ده انا كنت باكلم مع عازمي في موضوعك يا جماعة هافة فانديم قدروا حياتكم تكسروا الحيطان اعملوا اللي كسكوا فيه انا كنت خايفة يعني لو يكون الكبتان عزمي بي يعني متضايق من وجودنا ولا حاجة الكبتان عزمي بي لا لا يا جماعة احنا نشيل الكلفة قولوا يا ودي عزمي يا منعزاج يا زوجة عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس مش كده ولا ايه اه طبعا هفن 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 طبعا عن اذنك بقى يا عزمي باشا انا وانجا عزين نقول كلمتين كده على جنبها طيب وغطبني هنا الوحدة اغزبك ايه ميا خدي راحتك على الاخر بطبا 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 رحي هفن 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 انا خلاص كررت اتعلمني الغطس يلا غطسني غطوسة ايوة مفيش انا بيه بقتشير الحن ده هحاول اشوفلك في مطاس يقدر يشيري ان شاء الله لا انا عايزة اغطف دلوقتي فين هنا ايوة في الشقة عاوز تغطسي في الشقة اوه يعني انا مش هاخطف كسارتي المكتب الله حلوة قابل جودة بس يومي انا فعلا كنت محتاجة تغيير هو يعني هو ده تغيير من وجهة نظرك اوه كورس واحد يعني لازم كل فترة كده يغير من موته يعني يعمل كده حاجة اوريانتل وشم ما يزأس بس على فكرة يعني التغيير ممكن نبقى مش من بره بس اه بس يوني انت عمرك حبيت بجد هو في حب بجد وحب كده طبعا الحب اللي بجد هو الاستعيل الواحد يتغير على شانه خده بس يوني نسف بس Super حبيت a صاف لا اجلب بس حزب جاهلك على غفلة اني ما انت تفهمش غلط انا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحت اختك صدقني مصدقك طبعا يا ابي بس انت المرة دي فارطة منك جامد يا ابي مش لما انت ليك في النظام ده تقولي برضو حزم حزم حبيبك نظام ايه تفاهم غلط على العموم بص يا حزم انا حشرح لك كل حاجة بعدين تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي انت لابسي بس عد حلو طبعا يا باشا ماشي مع الشبكة اللي برا شبكة ايه الشبكة يا باشا اللي برا يا باشا عشان كده حضرتك حاطتني في الاداب عشان اتسطر على جرائمك يا باجر افهم انا فعلا ابتبيت اجراءات نقلك بس انت ساعدني نقل ايه يا ابي وتكلفة ايه كنت مثل الاعلى وخلاص الهارت يا سفاح الاندر ادج اخرص ولد حزم عزمي عزمي حبيبي وحشتني عزمي انت نمت ولا ايه اه اه�로حي اللي حاجتك يا حبيبي محشيتني بس ضيعة ضيعة قطك ضيرك سريرك ده بيجد بيجotti عزمي وحاشتني ممت بيجد بقليك ايا عزمي إلا الجو ده ما بيصيرش جوك أي مشاعر لأخيتي مين دي يا عم المسير؟ دي مجموعة من الـ Under-H جاية تسلم عليها آه لسينا وحقكة باشا خيب نعم طول عمر اللي ولاد معي بطيكل شاكري الشايب كده هو اللي هيقش؟ طيب بعد يقول أقشي الجاي وفيه جوكر واي فوراك إيه ده؟ مين ده؟ أنا ناجي صاحب عزمي كنت معاه في الفصل مش معقول يا فندي حكاية الرحلات دي زادت عن حدها قوي لدرجة إنها بدأت تأثر على المستوى التعليمي